اشتركوا في القناة ونتاج شراكة فرنسية جزائرية حيث يملك الجانب الفرنسي الممثل في مجموعة بيرجو ستراويان نسبة 49% ونسبة 15% لمؤسسة كوندور و20% للدولة الجزائرية و15% لرجل الأعمال بالعربي وتجدر الإشارة أن مصنع بيرجو بوهران تم الشروع في تشييده سنة 2018 وأعلن إنتاجه 6 نمادج من علامات بيرجو ستراويان بداية من سنة 2020 بقدرة إنتاج 60 ألف سيارة سنويا غير أن تجميل وزارة الصناعة لعمل مصانع التركيب حالة دون بداية مصنع بيرجو في الإنتاج وكما العادة أخي المواطن اللي بغي تأكد من الخبر ستجدون المصدر في صندوق الوصف دمتم في رعاية الله وحفظها اللي بغي ترجمة نانسي قنقر